السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبرحب بكم معايا في فاتفوتة جديدة من فاتفية جي اف اكس. اه النهاردة ان شاء الله نتكلم على حاجة يعني سهلة اوي وسلسة اوي ازاي ان احنا نستخدم الادوات الخاصة بالبارتكيل زي كموديفايرز. لو انتو تفتكروا انا كنت اه في ورشة استخدمت الراندوم افكتور او الراندوم افكتور من الموجراف استخدمته كموديفاير. لناس اللي ما تفتكرش لو انا مسلا على سبيل المسال خد وخليت عشرين. في عشرين. في عشرين على سبيل المسال. وحولت ده وروحت خدت مجراف افكتور رحت اخدت راندوم افكتور حطيته جوة وروحت عند قلت له. تمام هاخده المنزر ده كده. طبعا اقدر ان انا روح لفكتور وبدل ما اخليه اخليه وليكن. واا اقدر ان انا اخلي وجدكم تلاتين وليكن مسلا خمسين. ومجرد بعمل كده هلاقي بيت حق. ممكن طبعا اخد من وحطه جوه وممكن ادي له او ادي له تخانة. وممكن اروح لراندوم افكتور اخلي ده وليكن عشرة وعشرة عشرة. تمام? فيها يبقى بالمنزر ده كده. طبعا اقدر اروح لراندوم مرة تانية. في افكتور. واقدر اخلي وليكن من تلاتين. وابتكون خمسين. ممكن بدل ممكن اخليه اه بدل ممكن اخليه مش هعمل حاجة. راندوم مش هيعمل حاجة. الا زي عملت انا ميش جوشيا برضو يبقى انت عندك نويز وعندك اللي بيشتغلوا معاك على الوضع ده. ده هيبقى حركة الجسم بالنسبة للكاميرا انما هيبقى بالنسبة للجسم. نفسه بس بيبقى فيها عيوب علشان التقطيعات دي فانا هتخليها. نفس ده ممكن نوصله بطريقة تانية لو انا شلت الكلام ده كله على ده بس هطلع الكيوب. انا عايز الكيوب. مش عايز ولا انا عايز هنخلي زي ما هو وهروح للموديفيرز المرة دي وهحط آآ على فكرة بمناسبة الجيجل الجيجل موديفير في الحداشر ونص هنلاقيه تحت لكن في اتناشر هنلاقيه في لوحده مش هيعمل اي حاجة. بمناسبة جيجل ده قريب قوي من الكلوب. بس مستو انه في عندي فورسس اقدر ان انا اخد من هنا بقى كل الحاجات بتاعة البرتكيل زي الويند والتربيلونس والفريكشن والكلام ده كله. هاخد التربيلونس. واروح للجيجل وفي التربيلونس احط آآ وفي الفرسس يا ربي احط التربيلونس اروح للتربيلونس اعلي مسلا هتخليه بتاع مية واخلي السكيل آآ يعني آآ بعيد آآ شوية كده ممكن اروح للجيجل نفسه واروح للأوبجيك واقلس بحيس يبقى مارن معي شوية ممكن الدراج اللي هو التأخير في الحركة اقلله حبة بعد كده اروح لآ آآ وحط ده جوه بالشكل ده طبعا ممكن في التربيلونس اقلل هاخد الحركة اللي احنا شايفينها دي اقدر بعد كده اني لو مسكت ورفعته زي ما انت شايفين الجيجل بيدي لك المرونة اللي انت شايف ممكن على سبيل المسال ان انا آآ اخد آآ في كونترول زيت عشان نقل ماخده كده تمام ولو عملت ليه هلاقيه بالشكل ده جده هو مسته ممكن اخده كده تمام ده ده اخدت نربس ولو عملت طبعا آآ آآ طبعا على كده بعيد قوي 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 هاخده اخده اخده فوق مجرد هعمل بلاي هلاقيه راح للمكان بتاعه بالشكل ده جده يمكن الجيجل الفكتور على فكرة او الجيجل موديفاير بيشتغل احسن مع المابس او مع يعني دي كانت حاجة بسيطة ممكن بسرعة قوي كده بسرعة بسرعة اروح اخد مسلا حاجة زي الروتيشن واروح للفول اخل الروتيشن مسلا هيقون سفير واروح الاسف واروح لترانسفير واقول له ترانسفير بس وقول له بس عشان اجيبها بسرعة هنا كده وامسك الروتيشن نفسه وارفع الروتيشن لفوق واروح واروح واخد هنا بالمنزر تاكده لو احنا جينا هنا وعملنا مسلا دي وقتكم خمسين هنلاقيها بالشكل ده لو رفعنا لفوق وصغرناه بالمنزر تاكده وجينا عملنا كده زي ما تشايفين ممكن حتى احط سالب خمسين يبقى قد وغن لبرة واكبر بالشكل ده كده اسف حق مية وعشرين مسلا دي اللي هيعمله يعني ممكن اعمل كده تمام ويحصل زي عملية او شفت لجوه بالمنزر دي كانت فتفوتة سريعة قوي في السينما ان شاء الله اشوفكم في فتفوتة تاني قريب شكرا لكم كان معكم وانتس احمد رحمة رياض من جي افتي اكاديمي دوك نت والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة